التصعيد مع حزب الله التصعيد في سوريا كلام عن اقتحام رفح يعني هل ترى أن كل شيء متناغم سوية ألا ترى يعني تصعيد ضربات إسرائيل تصعيد الضربات على العمق الإسرائيلي كله يوضح لنا بأننا من الممكن بعد شهر رمضان أو بعد العيد فعلا سنكون أمام هجوم حقيقي إسرائيلي تجاه رفح وإسرائيل تريد أن تبقي هذه المناطق تحت النار كي تتمكن من إنهاء العملية في رفح بالطبع هذا ما يقوله نتنياهو ونتنياهو أيضا أوضح بأنه لن يقوم ما يملي عليه بايدن وقد قال مرارا وتكرارا أنا هنا من أجل أن أدعم ما هو الأفضل لصالح إسرائيل وليس ما هو الأفضل للولايات المتحدة نتنياهو يعلم بأنه سيفقد وظيفته عندما تنتهي هذه الحرف فإذن لا مدعى لديه لأن يقوم بالانصياع إلى بايدن أو أن يدعم انتخابه مجددا هو يفعل ما يؤمن بأنه في صالح إسرائيل وليس في صالح حملة بايدن الضربات كما تعلم تضع النظام السوري تحت الضغط هناك أيضا عناصر من الجيش السوري يقتلون جراء هذه الضربات هناك كثير مما يعانيه النظام السوري كذلك الضربات تأتي على حليف مهم لروسيا ألا وهي إيران في الداخل السوري كما تعلم روسيا قد لا تريد من حلفائها أن تتعرض للأذى تحديدا في سوريا قد لا يكون بمصلحتها ألا ترى مع تصاعد الأمور ممكن أن نرى بوتين موقفا معينا دبلوماسيا تواصلا قد يكون حتى مع الجانب الإسرائيلي لتهديئة الأمور لأن حلفائه في خطر أعتقد بأن هذه المناقشات فعلا تجري بالفعل لن نخبر بهذه المدولات مباشرة ولكن كل المؤشرات هو أن روسيا قد قالت لإسرائيل فعلا بأن تتنحى جانبا قليلا بذات الأمر الذي أخبر به بايدن لنتنياهو بأن يتنحى جانبا قليلا ولكن حاليا لا بوتين ولا الأسد ولا الحكومة الإيرانية ولا الولايات المتحدة يبدو بأن قادرة على أن تضغط على نتنياهو من أجل أن يغير مسلكه وأهدافه الحرب الإقليمية دائما سؤال يطرح في كل حلقة هذه الحرب الإقليمية يعني ما رأيك بمسألتها هل من الممكن فعلا أن تصل إلى حقيقة مع التقدم إلى رفح أعتقد بأن نتنياهو قلق أكثر على تدمير حماس وبنياتها التحتية واستعادة الرهائن كهدفه الأوحد والأول ووجهة نظره بأنه إذا اندلعت حرب إقليمية فلتندلع ولكن أول ما ينصب تركيزه عليه هو تدمير حماس وإذا فلنكن واضحين هنا الأمريكان داعمون لتدمير حماس كذلك كما الغرب الغرب لا يختلف مع نتنياهو حيال قلقه ورغبته في تدمير حماس وبنيتها التحتية واستعادة الرهائن فهذا ليس موضع خلاف ليس هناك تعاطف تجاه حماس وكل هذه الاحتجارات التي تراها في العالم فهي تعاطف مع الشعب الفلسطيني ولكن قطعا هناك اتفاق تام بين شعوب هذه الدول بأنه ينبغي استئصال حماس فإذا بوضع ذلك نصب أعيننا فإن نتنياهو يقول حماس هي التي نزحت بالفلسطيني إلى رفع هذا ما نركز عليه فإذا أعتقد بأنه من المهم أن نركز في مناقشاتنا هذه ليس على أهداف نتنياهو وحسب ولكن كذلك على أهداف حماس هذه الحرب يمكن أن تنتهي غدا إذا استسلمت حماس إذا حماس أطلقت صراحة الرهائن ودمرت البنية التحتية وإذا لم يقوموا بذلك فإن الإسرائيليين سيقومون بذلك بأنفسهم إذا لم تقم حماس بإنهاء هذه الحرب بنوع من الاتفاق لن يقتلوا وحسب إنما كثير من المدنيين سيقتلون كذلك وفي ذهن نتنياهو هذه لن تكون مسؤوليته ليست مسؤوليته الحفاظ على سلامة الفلسطينيين بل هي مسؤولية حماس الحفاظ على سلامة المدنيين الفلسطينيين فإذا فلتستسلموا لا تقتلوا شعبكم الفلسطينيين فلننهي ذلك وإذا كنتم أنتم حماس غير مستعدين للقيام بذلك فإذا سوف نأتي نحن إلى رفح لنقوم به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر